ليلة عصيبة مؤلمة عاشتها مئات الأسر النازحة هنا في مديريات ميدي وحيران وعبس بمحافظة حجة أمطار غزيرة شهدتها هذه المناطق طيلة ليلة الأمس وللحديث أكثر حول هذا الأمر ينضم معنا أحد الأهالي الذين تضرروا من هذه الكارثة كيف عشتم مساء الأمس؟ والله مساء الأمس أمطار وسيول جارفية أن يشللنا القيام ولا بقلن نازحين حاجة وخرجنا بالمواطنين في الليل لا لخبط أودنا خرجنا المواطنين أي حاجة حق المواطنين شللناها مرة يعني خلت الأسر في الليل باتوا يشردون شللنا الخزانات حق المياه الأسحاة يعني شللنا البراميل حق المياه ووصلناها للبحر يعني أي حاجة يستلح منها الاستلح يستفيد منها المواطن شللناها كامل طيب آلان إلى أين نزحوا المواطنين أو النازحون إلى أي مكان التجهوا بقلن؟ التجوية يعني تطلعوا من الوادي أصلا كان السيل في نفس الوادي ونطلعوا لجنب لا خارج عن الوادي إذن النازحون والمواطنون هنا يعيشون في مجرس يول أكيد أكيد يعني يكونوا يعني في مجرس سيل والسيل يعني له أنا من يوم ما خلقت من يوم ما ظهرت أنا مقدم شفت نفس السيل والمطر اللي أمس شفته مرة إذن أكارثة شديدة عاشها هؤلاء المواطنون والنازحون في هذه المناطق وهذا يعني أن معاناة هؤلاء النازحين والمواطنين ستتفاقم أكثر لكن ما يؤرقهم أكثر هو خشيتهم من قرف السيول لألغام إلى مناطقهم هذه وبالتالي قد يفاق من معاناتهم بخسائر في الأرواح بعد خسائرهم المادية وإعطاب ممتلكاتهم قراء السيول الغارقة محمد يوسف لقناة بلقيس محافظة حجة